زيكو يا حبيبي عاملين ايوم كاملين مع بعض احداث مسلسل العامل مفاجأات قوية جدا جدا وحنشوف ان حيانا هيهرب من امير والمفاجأة الاقوى ان وسام بيكشف شغل امير مع خليل النهاردة نتابع لان الاحداث مشهوقة جدا جدا تبعو للنهاية وطبعا ننكملين من اخر فيديو لاننا مش ملتزمين بحلقات ملايه ان كمال بيكون ابضع للراجل اللي شغال مع بلال طبعا احنا عرفنا اسمه في احداث حلقة النهاردة اللي تم عرضها لان حلقة اربعة واربعين بلال ده المفروض ان هو بيحارب من حمل فترة دي وكمان المفروض ان الراجل بتاعه وقع في ايد كمال وكان واخده علشان خاطر يوديلي ويوصل لي ولما اتصل بي بلال قال له رد واقعد بين حاجة الراجل بتاعه فعلا رد وقال ان الامر تمام وان كمال مات وان احنا جايين دلوقتي حالا على المكان اللي انت فيه بعد كده منلاقي ان كمال بيتصب بامير وامير بيقول له لقيت الراجل قول لي بسرعة انت فين انا لازم اسلمه للشرطة انا كده هروح فيها الشرطة عايزة تمسكني متهميني بقتل الشرطة وانا ما عملتش ده والوحيد اللي ممكن ينقذني هو الراجل اللي عندك لان هو اللي قتله هو اللي صوب عليه لكن رفض كمال قال له لا مش هقولك احنا فين فكان متضايق جدا من تصرفات كمال معاه وعايز يوصل بأي شكل اللي بدال عشان يبرق نفسه خليل بيتصل بامير وبيقوله على مكان اللي موجود فيه الراجل اللي اسمه بلال عن طريق الفلوس اللي كانوا حطين ارقامها لانها طبعا كانت تابعة الشرطة فعرفوا حدث ومكانه والفلوس ده موجودة في مكان ما والمفرد دلوقتي ان امير حيروح على طور على المكان ده علشان يجيب من هناك الراجل ده اللي اسمه بلال في نفس الوقت بيوصل على البيت بتاع بلال كمال ورجالته وطبعا رجالة بلال لما شافوا ان فيه ناس جايين راح على طول ونبهو وشافهم في الكاميرا ويتأكد ان كمال لسا عايش وان ده كان مجرد فخ طلع يجري على طول عشان يستخبع امير بيوصل للمكان نفسه لكن امير بيلاحظ ان بلال بيبدأ ان هو يهرب ومعاه الشنطة بتاعت الفلوس بيحطها كمان في شنطة العربية وبيجري على طول امير ما لحقوش كمال كمال لما عارف اطلق عليه نار لكن كان هرب فكمال وامير كل واحد فيهم استقل العربية بتاعته وراحوا على طول وراه مباشرة وسام بيكون موجود وعايز يعرف اي اخبار عن امير وعايز يوصله باي شكل وساعتها بيسأل وسام لو في اي اخبار قاله لا لكن فكر في وسام ممكن يكون امير فين بالزبط ومين الحد اللي يكون قريب منه للدرجة ان هو يكون عارف كل اخباره فلاش باك فكر في الكلام اللي قالته نور لما كلمت يامر لما قالته انت فين وقال لها ان هو عنده شغل يعني وساعتها قال ممكن فعلا يكون امير مع يامن وممكن يكون يعني تحديده لمكان يامن طبعا عن طريق تليفونه يقدر بعد كده ان هو يروح ويجيب امير علشان كده طلع يجري على طول وساعتها سامي سأله فيه اخبار قاله والله احتمال بسيط لو عرفت اي حاجة حعرفك يعني امير بعد كده هو وكمال كانوا ماشيين وراه عربية بلال لكن بلال طبعا مش غابي لانه فضل ماشي وكانوا هما وراه لكن مرة واحدة راح في مكان ما ويعني تهمنهم يعني ضيعهم وهم اصلا فضل يدور عليه ملاقيهوش استخبع منه وقدروا ان هو ينفت امير منقاش قدامه حل غير انه يروح لحيان علشان يقدر ان هو يوصل لبلال علشان كده راه على طول لحيان وقال له بص بقى انت الحل الوحيد اللي هتقدر توصلني لبلال فاقت الزاكرة مش فاقت الزاكرة انا لازم اوصله اللي هقوله لك تعمله وقال له حموتك دلوقتي حالا قال له انت عايز مني ايه ومن بلال ده كمان قال له انا هقولك دلوقتي هات بسرعة يا ايه من التليفون فتح التليفون وقال له انا هكلم لك دلوقتي واحد اسمه بلال انت هتكلمه وتقول له انا حيان ما موتش ولسه عايش واللي انقذني هو امير وتطلب انك تقابله وتخليك ايه عشان قطر يقابلك انا لازم اقدر اوصل للرجل ده باي شكل ساعته حيان قال له طيب ماشي امير كمان طلب منيه من وراء وقالم وقعد جنب حيان ومعه المسادس علشان خاطر يمليه يقول ايه حيان في البداية اتكلم مع الراجل ده اسمه بلال وقال له انا حيان ولسه عايش قال له اذا انت لسه عايش قال له ايوه امير انقذ ليه قال له انقذك ليه امير كان قاعد يكتب له كل حاجة فره وقلم وكتب له انه هو انقذني علشان خاطر البنت خوله فكتب الكلام وبعد كده قال له عايزين نتقابل وكل الكلام طبعا كان بيكتبه امير وحيان بيقوله للرجل قال له تمام نتقابل وقال له عن المكان انه هو ما حيتقابله فيه ساعتها قال له خلاص استنى بقى انت هنا وإدى اليامن كمان مسدس علشان يستخدمه لو عزبه حيان وراه على طول علشان خاطر يقابل الراجل الاسمه بلال في نفس المكان اللي قال له عنه حيان راه على طول وبعد ما مشي امير كان وسام برقب المكان لانه حدد مكان يامن وراه على طول على المكان اللي موجود في يامن وشاف امير وهو خارج من عنده وراه على طول وركب العربية يامن كان بيبص من الشباك وساعتها شاف وسام بيشوف امير وهو بتحرك وراه وراه على طول فعارف على طول ان وسام برقب امير فراه على طول علشان خاطر يتصر على امير يحذره لكن المفاجأة كانت من حيان اللي كان وراه ضربه بحاجة على دماغه وكان عايز ياخد التلفون بتاعه لكن كان فيه رمز كان عايز يعني يقول لي بلال خد بالك علشان كده ادر حيان بمتهى البساطة ان هو يهرب بعد ما ضرب يامن ويسام وراه أمير أمير في الطريق عايز يوصل الراجل للي اسمه بلال وصل للمكان بالفعل وضرب عليه نار ويسام كان ماشي وراه أمير بعد ما ضرب عليه نار هارب للراجل ده وقدر بعد كده أمير ان هو يوصل للعربية اللي كان فيها الفلوس بتاعة الشرطة تبع يعني المخدرات ودي بتاعة الشرطة شادي قدر يوصل للفلوس دي وأخدها على طول علشان يزبط بها برأته وكلم خليل وقال له أنا عايز أقابلك ضروري كل ده ما كانش يعرف انه وسام ماشي وراه خليل قال له ما ينفعش نتقابل علشان خاطر أكيد حين هم ترقبين دلوقتي وإحنا في خطر قال له لا اتطمن إحنا مش في خطر والخطر زال وأنا عايز أقابلك ضروري جدا حجل قال له تمام نتقابل دلوقتي في المكان بتاعنا وسام ماشي وراه أمير وأمير مش واخد باله خالص أمير كان رايح يقابل خليل يامن بيؤمنوا انه بيكون مدربة جدا عايز يتصل بأمير علشان خاطر يقول له انه وسام رأبه لكن في نفس الوقت بيوصل أمير للمكان المفروض في خليل وبيروح علشان خاطر يتكلم معاه وبيقول له انه هو قدر يوصل للراجل ده اللي اسمه بلال وان الفلوس كمان معاه اللي حيقدر يزبط بها برقته وعليها دم وممكن ان هم يحللوا ويقدر يعرفوا مين بالزبط اللي أطلق النار على شادئ أثناء كلامهم يامن بيتصل بأمير وبيقول له انه وسام كان ماشي وراقته دلوقت وساعتها أمير قال له خدر خد بالك احنا مترقبين في حد معنا هنا وسام معنا قال له خلاص وسام عادي ما فيش أي مشكلة قال له لا مش عادي احنا دلوقتي لازم نتصرف قال له طب هنعمل ايه اكيد شايفنا وفاكر ان احنا مع بعض دلوقتي قال له طيب ايه الحل قال له احنا لازم نعمل اي حاجة احنا كده مش لازم ابدا نبني ان احنا مع بعض انا مش بازك ابدا في وسام بيتصل في نفس التوقيت ده ملحم بوسام وبيقول له عملت ايه في موضوع أمير قال له انا مش عايز اقولك دلوقتي انا فين انا دلوقتي قدامي أميرة على فكرة وكمان مفاجأة انت عارف امير مع مين قال له مع مين قال له امير واقف دلوقتي حلن مع العميد خليل قال له بيعملوا ايه قال له مش عارف شوف انت بقى انا بقول ان هما الاتنين مع بعض على فكرة قال له اصدك يعني ان هو ممكن يكون داخل فعلا العصابة عندنا بس هو لسه شرطي قال له والله ما عرفش خليني اشوف كده وابا اقولك ساعتها طبعا ملحم كان قلقان جدا لا يكون امير فعلا كده ويكون شرطي لكن اللي حصل حركة زكية جدا من امير وخليل خليل كان معه مسدس وطلع المسدس ده علشان خاطر كان عايز يضرب به امير وصوتهم كان عادي جدا على اساس ان خليل هو اللي جاب امير هنا عن طريق الفخ وكان عايز ينتقم منه بسبب ان هو عايز يقتل الشرطي والشرطي ده المفروض ان هو ابنه شادي قال له نجبتك هنا علشان خاطر اقبض عليك واتحكت عليك وده الفخ ده انا عملته ليك ساعة امير قال له انت اضحكت علي يا حضرة العميد مفروض ما تعملش كده وانا ما عملتش حاجة انا ما ضربتش حد لكن وسام استغرب لما شاف ان هما بيزعوا مع بعض وخليل بيصوب كمان السلاح ناحية امير فبدأ يستغرب الموضوع بس يكلم الشرطة وقال له تعالوا بسرعة على المكان اللي احنا فيه وفي نفس الوقت خليل بيكلم الشرطة وبيقول لهم تعالوا على المكان اللي انا فيه الشرطة المفروض ان هما اصلا جايين ورا وسام فعارفين بالزبط هو فين ووسام في نفس المكان اللي موجود فيه خليل علشان كده قدروا يوصلوا السرعة لدرجة ان خليل استغرب وقال له انتو ليه وصلتوا بدري كده قالوا ان احنا كنا مرأبين الموضوع ووسام كلمنا وقال لنا نيجي ساعتها وسام بدأ ان هو يظهر ويقول ايوة انا فعلا كنت مراهب امير قال له وما خرجتش ليه قال له انا اصلي ما كنتش متأكد ان انت اللي موجود معاه يعني حتكون موجود معاه ليه هو صحيح انتو ازاي تلاقيتو مع بعض قال له ابدا انا عمطله فخ اصلي هو كان عايز يعني يقبض على بلال وانا كلمته على الاساس ان انا عرف مكان بلال وجبته لحد هنا علشان اقبض عليه لكن قبل الشرطة كلها ما توصل كان امير رمى المفتاح بتاع العربية اللي كانت فيها الشنطة بتاعت الفلوس اللي كان عليها الدم بتاعت الشرطة رمى على الارض وقال لخليل ان المفروض الفلوس اللي بتدور عليها موجودة في العربية دي وطبعا الخليل حط على طول رجليه على المفتاح بتاع العربية وخباه علشان خاطر لما الشرطة يمشو يقدر يوصل الفلوس علشان يبرق بها امير علشان كده ضحب امير علشان يدخلوا يعني على السجن بشكل مؤقت لكن طبعا وسام كان لسه شاكت الشرطة أبضوا على أمير وأمير بيعمل النفس أنه هو بيقوم يعلي بيقول أنه ما عملتش حاجة وهتندامه وكلام من ده لكن طبعا المفاجأة كانت قوية جدا بعد ما وسام سأل خليل وقال له معلش يعني أو أنتوا تقابلتوا إزاي قالوا أنا تحكت عليه ووجبته هنا كان بيدور على بلال وأنا قلت له أن أنا أعرف مكانه قال له أيوة لكني حضرتك سايب كل الشغل وجاي وراء أمير قال له أيوة طبعا لأنه كان حقيقة الابني الشرطة الموجودة المستشفى دلوقتي ومتصاوت بيكون ابن شادي قال له إذا هو فعلا ابنك قال له أيوة أنا عرفت أن ده ابني وكان لازم أنه أخذ حق بنفسي محدش يقود على اللي كان عايز زيئة الابني غيري ادروا بالخطوة دي وبالخطة الزكية دي خليل وأمير يخرجوا من المشكلة اللي كانوا فيها يعني وبالتالي خليل أول ما الشرطة مشيت بأمير رعى على طول على الشنطة بتاعة العربية بتاعة أمير وفتحها وأخذ الفلوس إلا عليها الدم والدم ده طبعا المفروض يثبت أن الدم ده مش بتاع أمير ولكنه بتاع بلال يعني بلال هو اللي كان بيصوب فعلا على الشرطة من الآي بعد كده بيروح حيان علشان خاطر يقابل بلال وبيقوله إلا حصل بالزبط قال له مفيش أمير أنقذني وأخذني وأنا عملك نفسي إن فقد الزكرة أنقذك ليه رد وقال له أنا أنقذني عشان خاطر خولة مرضاش طبعا يقوله على الموضوع التاني بتاع أخوه خليل بعد كده عايز يبرأ أمير بيتكلم مع منازمة سيمة وبيقول لها تروح على المكان ده واحد فاعل خير اتصل به وقال له إن رجالة ملحم ورجالة بلال كانوا بتخانقوا مع بعض هناك قالت لي وسام وسامي وسليم يلا بينا على هناك على طول وراحوا علشان خاطر يفتشوا في المكان ده المكان اللي موجود فيه خليل أصلا وبيحط الفلوس في مكان ما علشان لما ينجوا الشرطي علشان يدوروا ويلاقوا الشنطة وبالتالي يتم تحليل الدم ويعرفوا إن الدم ده مش بتاع أمير راحوا على طور على المكان أمير موجود هناك في السجن وبتزوره خولة وبيقول لها جاي علشان تنكزيني بناء برضو على طلب ملحم قالت لا أنا جاي المرات دي بقى لوحدي أنت لازم تعرفني كل حاجة ولازم أخرجك من هنا قال لها ما ينفعش أقولك على حاجة أنا حلتزم الصمت المرادي قالت له أنا عارفة أنك بريء ومعاملتش حاجة لكن لازم تحكيلي قال لا يصدقيني أنا فعلا ما قتلتش حد بعد كده ملاقي إن الخليل كان ريع على الفرع وبتشوفه مايادة وتنده عليه وبتقول لي ليه عملت كده في ابني قال لها ابنك لازم يتعاقب ولازم يدخل السجن كان عايز يقت الشرطي قالت له ما أنت السبب منك لله لو كنت فعلا ما كنتش مشيته من الشرطة كان زمانه دلوقتي شرطي زيك ما كانش زمانه أبدا لجأ للعصابات والمافيا اللي شغال فيها سابها ومشي طبعا مش عارف يرد يقول إيه قالت له ما أنت لو عندك ابن كنت حسيت بي وساعتها خليل تأثر جدا من الكلام ده سابها ومشي خولة خرجت على طول من إسم الشرطة وشافت مايادة وطمنتها أن الأمور حتكون تمام وأن أمير حيخرج منها إن شاء الله أما بعد كده بتكون سيمة ووسام وسامي وسلين كلهم موجودين هناك في البيت اللي قال عليه خليل بدوره على أي حاجة وساعتها طبعا خليل كان حاطط الشنطة في مكان الماء علشان يلقوها وبالفعل وسام لقى الشنطة وسيمة كمان شافته هو بيأخد الشنطة وقالت له إيه الفلوس دي رده قال مش عارف بس أكيد ممكن تكون الفلوس اللي كانت مع شادي قالت تمام إحنا نازم ناخدها معانا وبالفعل أخد الفلوس دي علشان خاطر يحللوها هو بيضطد إحنا بعد كده بعد تحليل الدم اللي على الفلوس بتاعة الشرطة إن أمير مش هو اللي كان عايز يعني يقتل شادي راحت سيمة وقالت لخليل إن الدم اللي موجود على الفلوس هو الدم بتاع الراجل ده لسمه بلال معنى كده نبلال هو اللي كان عايز بالفعل يقتل شادي وتم تبرئة أخيرا أمير من تهمة قتل شادي لكن برضو لسه في تهمة قتل الدكتور لكن طبعا خليل عمل كل ده وبيستعبط وبيقول فعلا يعني هو دلوقتي بريء قالوله أيوة وسام ساعتها طبعا بيستقرب وبيحس إنه غلط كتير فحق أمير لأنه كان بيتهمه وكان عايز يخلص منه بأي شكل وكان بيقول إنه هو اللي قتل شادي نكتفى بهذا القدر ونكمل إن شاء الله في فيديو تاني أتمنى الحلقة تكون عجبتكم وتشتركوا في القناة وتفعلوا كمان زر الجرس وتستنوا كل جديد عن مسلسل العمير وأشوفكم على خير باي بار